أحباء المشاهدين تحية محبي بحلقة اليوم من برنامج بلا قيود رح كامل موضوعي اللي بديته من أسبوعين شو هي الأشياء يلي ما لازم نعملها حتى نستعيد قوتنا الداخلية أو خليني سمي هايدي السلسلة أشياء لا يفعلها الأقوياء فينا كمان نسميها أشياء لا يفعلها العقلاء أنه نكون قوية من جوا ناخد أرار جيد ونقدر نمشي فيه مهما كانت الظروف والتحديات منا مسألة قوة إرادة منا مسألة قوة إرادة لأنه إرادة الخير إرادة التغيير إرادة ورغبة التقدم موجودة عندنا كلنا لكن إرادتنا دايما محوطة من كل الجهات وكل يوم وبكل الظروف بشي بيقدر دايما يعطله وهو عواطفنا إرادتنا محوطة من كل الجهات بعواطفنا عواطفنا بتقدر تعطل إرادتنا كلنا منحب نفكر أنه أنا إنسان عقلاني أنا شخص منطقي سمعت هايدي الكلمة من أشخاص بيعملوا الأشياء بطريقة بتجنن ما إلا علاقة بالمنطق أو العقل ما إلا علاقة بشي اسمه عقل لكن حسب تفكيرهم هني هيدا منطق مثلاً الولد حتى يكون رجال لازم تربيه بالكف سمعت هيدا المنطق وبيقلك الشخص أنا هيك تربيت وشوفي أنا شوفيني أنا كيف والسؤال يلي بيجعبه لي أنت شايف حالك أنت كيف أنت شايف حالك شايف حالك لما بتغضب لما بتصرخ لما ما بتقدر توصل للي بدك يا كيف اليأس بيشلك أنت شايف حالك مشاعرنا وعواطفنا وأحسيسنا بتشوه الواقع وما بتخلينا نشوف الأمور بشكل واضح بتأثر على أفكارنا وبتأثر على قراراتنا وتصرفاتنا يلي منحس فيه هو يلي رح يمشي إرادتنا مش إرادتنا هي يلي بتخلينا يعني نسيطر خليني أقول على عواطفنا لكن عواطفنا بتمشي إرادتنا إلا إذا كان عنا معرفة كاملة بعواطفنا إدراك كامل بأحسيسنا وقدرنا نوقفهم بالمطرح المناسب حتى نتصرف باللحظة المناسبة بالطريقة الصحيحة رب يسوع الإله الكامل والإنسان الكامل قبل الصليب قالوا لبطرس اذهب عني يا شيطان لأي لأنه بطرس قال له حاشا يا رب أنه أنت تنصلب حاشا يا رب أنه أنت تدوق الموت لمصارت المسافة أصغر بين الصليب وبين المسيح لمصارت المسافة من الألم أقرب لمصار الرب يسوع أقرب من الألم شعر بحزن وبكي بكاء مر وقال للآب ابعد عني هذه الكأس إن أمكن بكلمات الرب يسوع في صدى في نوع من الصدى لكلمات بطرس كل ما قربنا من الألم كل ما بدينا نراجع أراراتنا نراجع أراراتنا حتى نشوف شو فينا نعمل حتى نبعد عن الألم حتى نتجنب الألم لكن الرب يسوعي اللي عنده طبيعة عواطفنا كإنسان كامل وبيقدر يحس بكل أحاسيسنا ما عنده شرخ ما عنده انقصام بين عطفته وعقله كشف قلبه قدام الله الآب وقال له فلتكن ما شئتك أنت لا ما شئت أنا يعني فليكن ما هو للحق فليكن ما هو للخير الأسمى للخير الأكبر من الكتاب المقدس منشوف أنه المسيح كشف قلبه لكن ثبت وجهه نحو أرشاليم لحتى يعمل اللي لازم ينعمل بغض النظر عن أحاسيسه شو ما كان الألم يدي عم تعانيه اليوم وأنا واسأ أنه في كتار منكم اليوم عندهم ألم كتير كبير شعور باليأس أو شعور بالفراغ شعور بالضعف شعور بعدم الإيمي أو شعور أنه زواجك أو زواجك مهدد أو انتهى أو بيتك أحياناً ما نحس أنه بيتنا كل بواب ومحروقة وكأنه مشرع قدام إبليس ما عندك شي تتخبى وراء شو ما كان الألم ما تخلي الألم اليوم يرسم لك الحل السريع الحل السريع يلي بيوصل للدمار شو في قلبك قدام الرب بكل أحاسيسك طلب حكمة من عند الله وطلب هدوء طلب قوة قوة عمل الروح القدس تحتى الله يعطيك هذه القوة أنه دائماً تكون أفكارك واتصرفاتك بحسب الاستقامة وبحسب الحق مش مجرد الهرب من الألم بالنسبة لأن الانقصام أو الشرخ بين مشاعرنا وعقلنا هو مصدر صراع داخلي دايم جواتنا هذا الانفصال بين عواطفنا وعقلنا بيخلي فينا يعني وكأنه بيخلق فينا نفس تانية نفس تانية عاطفية ما قلنا سلطان عليها نفس عاطفية ما نواعي ما عنده إدراك وما عنده حكمة ولكن نفس بكل ضعفة أقوى من إرادتنا ثلاثة من أتباع المسيح المميزين يعني مش بس شايفوا المسيح لكن عاينوا مجد المسيح بشكل مباشر وتعلموا منه بشكل مباشر ورفقوا كل يوم وتغيرت حياتهم بشكل جذري وحياتهم غيرت حياة ملايين الناس عبر ميات لسنين بطرس ويعقوب وبولوس كلهم حكوا عن القوة يلي جواتنا يلي بتعوقنا وبتوصلنا للفشل وكلهم قالوا أنه هاي دي القوة ما قلها علاقة بحدة تاني لكن موجودة فينا رسول بطرس سماها شهواتنا يلي بتجي من جهلنا حكيت عنها بالحلقتين السابقين 292 و293 وبديت بخطوات عملية بتمنى ترجعوا لهذه الحلقات على يوتيوب أو صفحة بلا قيوب يعقوب سما هاي دي القوة يلي بتوقف عمل العقل سماها اللذات أو الرغبات أو الأهواء يلي بتتحارب جواتنا عواطفنا بحد ذاته مننا المشكلة أحسيسنا مننا المشكلة المشاعر والأحسيس دايما بتعطينا حماس وبتعطينا قوة إذا ما عندك أي أحسيس اليوم يعني أنت إنسان بارد وفارغ لكن أحسيسنا بتعطينا حماس وقوة حتى نروح وراء أهدافنا لكن عواطفنا أهواءنا ورغباتنا لما بتكون جاي من المطرح الغلط بتوصلنا للدمار وبتخلينا نعيش بصراع دايم وخوف دايم وغضب وعدائية تصارع الرغبات جواتنا بيعمل خوف غضب عدائية وبيعمل أنانية وهي دي المشاعر هي أكتر مشاعر مدمرة للإنسان هي أكتر مشاعر بتدمرنا وبتدمر كل الأشخاص يلي حولنا يعقوب بيقول من أين الحروب والخصومات بينكم بعلاقاتنا بيناتنا بحياتنا أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم تقريباً تقريباً كل معارك حياتنا سببها من هنا من هنا مش من هنا ولا من هنا من هنا كم لذة كم رغبة جواتك كم واحدة فيه وكل واحدة تشتغل ضد التاني مش الناس ضدك ولا الله ضدك ولا الحياة لكن نحن ضد نفسنا لأنه ما بنعرف من نحن سأل نفسك لي دايماً غضان سأل نفسك لي دايماً بدك اهتمام وانتباه من الناس بكل صدق سأل نفسك اليوم سأل نفسك هيدا السؤال لو العالم كله لو كل الناس اليوم عطوك يلي بدك ياه هل انت سعيد بنفسك هل انت راضي عن نفسك ماضيك حاضرك قراراتك نظرتك للناس هل انت راضي عن قدرتك على الحب هل انت بتعرف تحب ما عم تضرب زوجتك لأنه عملت شي غلط ما عم بتحط من قيمتها لأنه عم تعمل شي غلط لكن عم تضربها عم تحط من قيمتها عم بتهينها لأنه في خوف جواتك في غضب جواتك من الماضي في شعور جواتك انك ضعيف في شعور انك ضعيف ما عم تضربها لأنك قوي لأنك شاعر بالعجز والضعف والحل هو بينك وبين الله يلي بيقدر يرتب مشاعرك وبيقدر يهدي نفسك لأنه الله أول شي بيعمل بحياتنا بيعطينا معنى لحياتنا لما منلاقي معنى لحياتنا كل الخوف بينتهي ولما الله بيعطي معنى لحياتنا وبينهي خوفنا وقلقنا الله بيرتب مشاعرنا بيرتب مشاعرنا ومن الفوضى بيخلق نظام كامل أغلب الأوقات القرارات يلي مناخدها هدفها انه تريح كبريائنا هدف قراراتنا مش نحل المشاكل هدف قراراتنا انه نريح كبريائنا نريح الايجو نريح الانا ما بيعود فينا نركز إلا على فكرة واحدة أو ماكسيموم فكرتين بيشبعوا رغباتنا السريعة ورغباتنا السريعة فينا نختصرهم برغبتين أما القوة أو أنه نلفط النظر رسول بورس ركز على الفكرة نفسه أنه نحن منترك الصالح الصحيح الحق ومنعمل الغلط منعمل الشر مش لأنه حدا تاني وصلنا للي نحن فيه ظروفنا شخص وقت معين ديئة معيني ما حدا اختار عنا يلي اختار هو عواطفنا عواطفنا يلي بتسيطر على قدرتنا على التفكير السليم التفكير الواضح فإذا معركتنا هي معركة العقل أو معركة الذهن ضد الجهل معركتنا مع حالنا برسالة لأهل رومي الرسول بولوس بيقول لأني لست أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل كل يوم بتأجل بتأجلي تنظيف البيت بتأجل بناء علاقتك مع الرب بكرة رح بلش صلاة بكرة رح بلش أقرأ الإنجيل كل يوم بكرة رح أبدأ أقرأ كتاب كل يوم بكرة رح أتعلم لغة جديدة من بكرة ما بدي ضيع عشر ساعات على الفيسبوك والإنستجرام من بكرة ما في حدا بيعني إلا بيتي وولادي وحياتي بدي ركز على حياتي لكن بكرة بترجع تعمل يلي بتكره يلي بتبغض ضيع وقتك تهدر عمرك تهرب من المسئولية لأنه لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل بنختار يلي بيشيل الضغط عننا بنختار يلي بيخلصنا بسرعة ومنختار يلي بيضمن أنه كبريئنا محفوظ لأنا تبعي ما حدا دائق فيه ما بنختار يلي بيوصلنا للحل الدايم للسلام النهائي فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن ولكني أرى نموسا آخر في أعضائي يحارب نموس ذهني ويسبيني إلى نموس الخطية الكائن في أعضائي بالإنسان الباطن جواتي بأعماء نفسه أعمق احتياجات قلبي وأعمق احتياجات حياتي اللي بيعطيني معنى هو أنه عيش بحسب الحق عيش بالاستقامة عيش حياة فيها حكمة عيش علاقات وحياة فيها حب عيش بهدوء وسلام لكن فيه شي تاني بيشتغل فيه غضب حسد ضغينة شعور باليأس آنانية شعور أنه أنا ولا شي وبلاقي حالي بالنهاية عملت ياللي ما بدي أعمله ياللي ما بدي أعمله عملته قررت أحكي مع صديقتي بهدوء حتى نحل مشكلة بيناتنا قررت أنه بدي أخبر عن حقيقة إحساسي بكل بساطة وبكل تواضع لحتى نوصل لحالي لكن مجرد ما الكلام يبدأ والمصارحة تبدأ بغض النظر عن طبيعت هالمصارحة صرت عم دافع عن نفسي وصرت عم بيين لأخطاءها وبخمس دقايق ربما بقيقتين ربما بيكلمي وحده الغضب بيسكر كل طرق الكلام الغضب بيقطع جسر الكلام بيننا وبين الآخرين جسر التفاهم جسر التلاقي معهن جسر الارتباط معهن الغضب بيقطع كل الجسور بيننا وبين الآخرين رغبة السلام تنتهي وما بيبقى إلا الضغينة ورغبة وحدة الهرب لحتى نحافظ على كبرياءنا ومنقطع العلاقة لحتى نرضي الأنا وكأنه وكأنه عنا نفس عقلانية حساسة عنا نفس بتشدنا وعنا نفس تانية بتشدنا لأشياء ما فيها منطقة عنا قوة العقل عنا قدرة الذهن عنا فرح بكل شي بيتفق مع روح الله وروح المسيح فينا لكن يلي عم ينتصر بالمعركة مش مهم شو عنا مهم لوين عم نوصل بنهاية المعركة يلي كل مرة عم ينتصر بنهاية المعركة هو روح التمرد وروح القلق وروح عدم السئة وروح الحسد وروح بعاكس روح الحكمة والحب وروح الخير والبر بالحلقة الماضية قلت إنه في عنا عادات لازم نكسرها حتى نستعيد قوتنا الداخلية وحكيت كيف فينا نكسر بالحلقة الماضية حكيت كيف فينا نكسر عادة الرثاء للنفس أو الشعور إنه أنا ضحية وهي ربما من أكتر العادات اللي بتخلينا نعيش حياة فيها ضعف اليوم رح أحكي عن كمان عادي سيئة جدا أو سلوك أو طريق التفكير بتخلي إيماننا ضعيف وحياتنا بلا ثمر وبتخلينا نعيش علاقات فاشلي وبتخلي نظرتنا للحياة دايما فيها خوف وكأبي يعني خلينا نقول الأقوياء ما بيعملوا هيدا الشيء اللي هو التنازل عن قوتنا للآخرين الأقوياء العقلاء ما بيتنازلوا عن قوتهم للآخرين خلينا نحكي شو هي هالقوية اللي ما بنتنازل عنا لحدا شو هي هالقوية مش قوة عضلاتنا ولا قوة لساننا ولا قوة حجتنا ولا قوةنا أنه نفرض رأينا ولا قوةنا أنه نسيطر على حدا لكن قوتنا في الإنسان الباطن يلي هي آخر حصن قدام العدو قدام الشرير قدام يلي بيحبوا يتلاعبوا عاطفيا فينا باللحظة يلي حدا أو ظرف أو أي شيء بيخلينا نصدق أنه نحنا ولا شيء نحنا بلاهن ولا شيء نحنا فاشلين نحنا ما منقدر نعمل شيء نحنا من جوة ما عنا شيء لما منصدق هاي دي هاي دي الكلمة أو هاي دي الفكرة معركتنا انتهت وكل قوتنا عطيناها لا أي شيء بيخلينا نصدق أنه نحنا ولا شيء ما بيعود عنا أي سلاح نحارب فيه لأنه سيئتنا وأملنا رجاءنا انتهو حتى إيماننا ما عاد إلو إيمي إذا أنا ما عندي قوة من جوة إيماني ما إلو إيمي إذا بصدق أنه أنا ولا شيء إيماني ولا شيء لأنه الله ما بيشتغل بالفراغ الله بيشتغل بالنفوس الحي النفوس يلي بتقدر تتمسك بالرجاء يلي دايما تؤمن أنه فيه بركة وفيه نعمة وفيه شيء جديد وأنا بقدر أعمل شيء بقوة الله بحياتي نحن دايما خلينا ننتبه نحن دايما محواطين بالناس من اللحظة يلي منولد فيها للحظة يلي منموت وأجمل إحساس عنا لما منكون محواطين بالناس نشعر بالحب نشعر بالإيمي نشعر بالامتلاء نشعر بالخير مرات ومنشعر بالفرص بالمعنى منشعر بالمعنى لحياتنا لما بيكون فيه ناس كتير بحياتنا مرات لكن كمان دايماً من آر نفسنا بالناس ودايماً الناس عندهم قدرة يخلونا نشعر بالزم ويخلونا نشعر بالعار ويخلونا نشعر بالضعف ويخلونا نشعر بعدم الامتلاك وبعدم القيمة يخلونا نشعر مشاعر سلبي أولوياتنا هي دايماً أنه نعرف حقيقة أحسيسنا نحن حقيقة أحسيسي أنا مش حقيقة أحسيسهم هني منين جاي إحساسي أنا؟ منين جاي إحساسي بالزم شو في أعمل تجاه هيدا الإحساس؟ كيف يعالج هيدا الإحساس؟ مش كيف ينام على هيدا الإحساس أو كيف ينسى لكن كيف يعالج هيدا الإحساس؟ يعني بيصير معنا بالعكس بدل ما أتفرغ أنا لحياتي حتى أفهم شو في بحياتي شوفي بجواتي بقع بفخ عواطف الآخرين ومزاج الآخرين وتوقعات الآخرين وبيصير همي إما أنه برر نفسي قدام الناس بحاول أنه ديفي عن نفسي أنا عملت هيك لأنه هيك أنا تصرفت هيك لأنه فكرت هيك أنا ما فيه أعمل هيك لأنه فكرت أنت هيك بصير بس برر تصرفاتي أو بحاول أرضي الناس لا دايما دايما كلنا تقريبا من حاول نرضي بدرجة معينة لأنه من نحن وأطفال تعلمنا أنه وجودنا وحياتنا بيعتمدوا على أرضاء الآخرين وعنه الآخرين يشوفونا أنه نحن محبوبين ويقبلونا كيف كمان نتنازل عن قوتنا لغيرنا لما دايما بنشعر بالإهانة من أي انتقاد بيتوجه لألنا الخوف من الانتقاد بيخلق فينا غضب والغضب بيدمر قوتنا بيدمر هدوءنا وبيدمر عقلانيتنا الغضب بيدمر العقلانية التابن مقدس بيقول الغضب يستقر في حضن الجهال ما في عقل مع الغضب الخوف من الانتقاد بيخلينا نهرب وما بيعود فينا ننضج نخسر فرصة النضوج ومنصر فرصة التقدم وكأنه سلمنا قوتنا للشخص يلي عم ينتقدنا لما الانتقاد بيخلينا ناخد قرارات مش عقلاني مرات لما منغضب منقول إش يمنندم عليها لكن أحيانا كتيري ما فينا نتخلص من نتائج الغضب المدمري منسلم قوتنا للآخرين لما مزاجنا بيتوقف على تصرفات الناس معنا إذا الناس بيحكموا مزاجي ما عندي قوة كل قوتي هي مع الناس يلي فيهن يعكروا لي مزاج جساعة البدن وفيهن يتصرفوا حيالة تصرفوا في الدنيا وأنا بمشي وراهن وبينفعل معن وبتصير كل نهار يبصير ردات فعلن على هن شو فرضوا علي مزاج معين لكن هل تصرفات الآخرين هي الميزان الصحيح لمزاجنا كل يوم مين بتسملك مين ما بتسملك مين حكاك تليفون مين زارك مين عزمك كيف كان شكله لما مرأ من جنبك أكيد سامع شي عني أكيد سامع شي عني أكيد حلى قلة شي عني شو فيه أعمل حتى أعرف شو صار وبتصير تضرب بالرمل وتضرب أخماس بأسداس كل نهار كل الوقت قوتك ضاعت طاقتك مشاريعك توقفت أفكارك أهدافك انطفت حتى أحسيسك ترتاح وأساسا أنت مش عارف أنت ناطر بس تريح إحساسك تعرف شو فيه وأساسا أنت مش عارف إذا أفكارك صح أو غلط والسؤال الأهم مين هني الآخرين شو أهميتهم حتى يأثروا على مزاجك حتى لو كان عندهم تصرف أو عدم تصرف جيد تجاهك شو عرفك أصلا شو عرفك أنه عندهم شي ضدك وين راحة قوة العقل وين راحة الحكمة في تفحص الأمور والهدوء وين راحة قوة نهارك قوة نهارك راحة على مشاعر مخضوضة وما بيعود فيكن تعملوا أي شي أفكاركن مشلولة لما بتنشل الأفكار الأرارات تنشل والعمل بينشل وبتصيروا بس عم كنت توتر عصبي عم تتعاملوا مع أهل بيت كون بغضب لأنه مزاج كون معكر ويمكن يصير فيه تسرع ونقرر أنه أنا بدي أحكي مع الشخص واسأله شو فيه وبتحكي معه وبتعاتبه وبتلومه وهو ما عنده أي فكرة ويمكن ما تصدق لو شو ما قالك الحقيقة ما تصدق لأنه أفكارك موجودة برازك وهيدا الشي مع الوقت راح يخلينا نخسر الأشخاص هاو الأشخاص يلي دايما منعاتبهم ودايما منطلبهم ودايما منحسسهم أنه هن مقصرين معنا لأنه بيشعروا أنه هن مراقبين وبيشعروا أنه دايما عم نحاول نسيطر عليهم وشو ما عملوا منهم مرتحين وبيحسوا من خلال تصرفاتنا أنه عم يفقدوا حريتهم معنا لكن خليني أرجع هون شو أساس الإحساس يلي حركك أنت يلي حرك مزاجك يلي بيربط مزاجك بسلوك أو تصرفات الآخرين أو أي حركة للآخرين أساس شعورك هو الضعف الضعف من جوة ضعفك داخلي ما إلو علاقة بالناس شعورك أنه دايما أنت محتاج أنه الناس ينتبهولك فأنت دايما عم تترقب وبترقب الناس لأنه بدك يهن ينتبهولك بدك يهن يعطوك إيمي أنت مش راضي عن نفسك كل نظرة وكل كلمة وكل سلوك من الناس بيخليك تحس أنه كل كيانك على المحكم كيانك كله على المحكم بنظرة واحدة بيتصرف واحد بكلمة واحدة خليني أحكي عن شغلة تانية كمان بتخلينا نسلم قوتنا للآخرين الكره وعدم الغفران بالكره وعدم الغفران منسلم قوتنا للآخرين نحن ما نقواية لما منكره ولما ما منقدر نغفر لأنهم بياخدوا سلامنا وبياخدوا صحتنا بيصير عنا ضغط دم وبيصير عنا سكري بسبب الغضب السكر بالدم وبياخدوا وقتنا كل الوقت ما شغولين فيهن نتابع أخبار ونعرف شو عام يعمل ونشايف كيف بدنا نرد عليه وكيف بدنا ننتقد منهن أو كيف بدنا نشوه سمعتهم قدام الناس وبالنهاية بيصير وكل فرحنا عدم ضرتنا على الغفران سببها من فضاعت أخطاء الآخرين ما في أفزع من خطيانا وأخطائنا قدام الله وغفر الله خطيانا وعطانا سلام لكن شعورنا أنه الغفران بيعني أنه أنا بلائمي إذا رح أغفر لهذا الشخص الذي عمله معي معناته أنا بلائمي وما عندي كبرياء وما عندي كرامي أو شعوري أنه الآخرين إذا غفرت لهم يعني أنا عم بستخف بحقوقي لكن الحقيقة مصدر هذا الشعور الأساسي هو طفولتك أو طفولتك مصدر هذا الشعور الأساسي أنه صوتكم صوتك صوتك ما كان له أهمية عند الناس اللي يهتموا فيك أنت وصغير احتياجاتك ما كان حدا عم يخدها بعين الاعتبار ماء الهائيمي وربما تعرضت لأزة كتير وربما تعرضت لخسارة كتير كبيرة مش قادر تغفر مش لأنه الخطأ فضيع لكن مش قادر تغفر ولما مش قادر تغفر أنت إنسان ضعيف سلمت قوتك للآخرين بالتزمر نحن منتنازل عن قوتنا لما منظل نتزمر أنا بتحمل أكتر من غيري عندي مسئوليات أكتر حياتي فيها تعب أكتر ما حدا حياته مثل حياتي دائما في تزمر هذا الشيء بيخلينا ما نشعر بالبركة وما نشعر بالقوة إذا أنا عم بتزمر معناته أنا ما عندي قوة وما بشعر بالفرح وما بشعر بقيمة الإشياء يلي عم بعملها شو ما كنت عم بعمل إذا عم بتزمر ما قلو قيمة دائما منبين أنه نحن بموقف الضعيف موقف المرهق موقف العاجز موقف المحتاج حدا يخبط لي على كتفي ودايما يقل لي إنه برافو برافو عليك دائما بدي حدا يقل لي برافو عليك لا لحتى يكون عندي الإدراء إنه كمل ما عنا الإدراء وحدنا إنه نركز ونوصل للمحل يلي بدنا إياه لأنه دائما نشعرين إنه الحمل أكبر منا وهيدا مش موقف العقلانيين أو الأشخاص يلي عندهم قوة من الداخل ما بتعرف تحط حدود مع الناس هيدا كمان بيعطي قوتنا للآخرين نصرف وقتنا طاقتنا لحتى نعطي الناس يلي بدون إياه وبعدين نشعر بالضغينة لأنه مش قادرين نحصل منهم على المقابل الإشياء يلي عملناها معهم إذا حدى أزاك بتحط بقلبك وبتشعر بالضغينة والحقد وبدل ما تواجه الأمور بوضوح وأوة بتخبي بقلبك وبتصير مشاعرك كله مشاعر سلبي بتعتمد على الآخرين حتى تكون مشاعرك متوازنة إذا الناس عملوك منيح أنت منيح بتعتمد عليهم ولما بتتغير ظروفهم أفكارك وأحاسيسك كلها بتتغير ليه؟ لأنه الآخرين هني يلي عم بيحددوا قيمتنا وهني يلي عم بيحددوا شعورنا بالقيمة يعني صلاحنا مين نحنا قوتنا تتوقف على رأي الآخرين ولما منعطي قوتنا للآخرين منكون عم نهرب من معالجة مشاكلنا الأساسية بدل ما نركز شو فيه أعمل لغير ظروفي وحين وحسن وضعي بنحاول نبرر المشكلين ومنبقى عايشين بيأس ومنصير ضحية للظروف مش نحنا قواد لحياتنا مش نحنا عم نتحكم بأفكارنا وأحاسيسنا وبالتالي قراراتنا كلها بتصير مجرد ردد فحل وقتنا لليوم انتهى بالحلقة اللي جاية رح أكمل بعدة أشياء ما بيعملوها الأقوية موسيقى 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 موسيقى